اشتركوا في القناة من ملحمة وطنية رائعة تعكس روح الالفة والوحدة الوطنية والانتماء للوطن في إطار الالتفاف الشعبي حول القيادة الرشيدة والاعتزاز بمكانة المملكة كواحة للإشعاع الفكري والثقافي والحضاري وأنموذج يحتذا به في الإصلاح والديمقراطية وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة واكد الرميح حرص وزارة الشؤون العلام على إبراز مظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية في مختلف وسائل الإعلام والاتصال والتعبير عن نبض المواطنين في تجديد العهد والولاء لجلالة الملك مفدة ودعم حكومته الرشيدة في خططها وبرامجها نحو الترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات المضيئة في سائر الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية عرضة رددت قصائد لم تخرج عن طابعها التراثي والحان اتخذت مسارا لتنقل مشاعر الفرح والسرور احتفالا بالعيد الوطني المجيد ليتسارع كل محب ومخلص لوطنه أن يعبر عن ما يلج في داخله بأسلوبه الخاص وعلى طريقته المثلة بما يتواءم مع حجم ذلك الفرح الذي تكونه الأفئدة فبكل تأكيد لا يوجد شيء يعادل حب الوطن حب المملكة الذي توسط في قلبي كل مواطن ومقيم على أرض الوطن أنا هني حكومة البحرين شعبا وحكومة من السبب العيد الوطني المجيد هني كل شخص احتفال في هاي اليوم المجيد وانا صراحة اسعدني الفترة هذي بدأت هاي السنة فكرة اللي هو تنظيم أكثر من فعالية في أكثر ممكن عشان نغلب من نسبة الزحمة غلطة الحوادث عشان نص تتوزع حابين نهن جلالة الملك وسموه رئيس الوزراء والعهد بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد يايين المهرجان هنيين نحتفل بالعيد ويايبين لأهل معانا ومشاء الله وايد تنظيم حلو أبارك القيادة الرشيدة بالاحتفال بالعيد الوطني المجيد وتشرف أننا أكون جزء من هالفعاليات وطبعا يعني الاحتفال في الفورمالة شيء ويد طيب هنا نستونس احنا ورابا ويون الأهل هنا يستونسون العادات البحرينية والتحف الفنية التراثية حاجزت مكانا لها بين أرويقة المهرجان لتؤكد على تراث البحرين وعراقته وأنه يجب الحفاظ عليه ونقله من جيل إلى جيل أنا من السنين في صناعة الإدلال والسيوب، الخناجر، مرشاد وحراثنا النانية في العيد الوطني نانية الفعالية حتى الراوي الحق الخاصة الأجانب كيف هي تراثنا، طريقة الدل، طريقة الخانجر حاليا نشارك بمحنة حرفية قديمة في البحرين يعني ممكن تبين ثلاثة واربعة ألاف سنة قبل الميلان ولازالت منتشرة في قرية عالي وحابين نحن نطور هذه الشغلة لحظات زاهية عينتها الأعين بمجموعة واسعة من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة وأبرزها الحفلات الغنائية ومعرض للتسوق يحتوي على محلات للبيع والعرض بمجموعة واسعة من المنتجات بالإضافة إلى البرامج الترفيهية من افتتاح فعاليات مهرجان العيد الوطني المجيد بحلبة البحرين الدولية يجمعنا هذا المكان بمختلف الفئات العمرية التي جاءت من مختلف أرجاء المملكة لتعبر عن حبها وولائها لمملكة البحرين وكل عام ومملكة البحرين حكومة وشعبا بخير إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين